اشتركوا في القناة ومن جانب الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبحضور سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الاعلام وفي بداية الاجتماع أشاد معالي رئيس مجلس النواب بالحرص المستمر لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على ترسيخ نهج التعاون المشترك والتوجه الجاد والدائم للوصول إلى رؤى توافقية في الملفات الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد معربا معالي عن تقديره لجهود الحكومة الموقرة في ظل ما تبديه من حرص على إطلاع السلطة التشريعية بالمستجدات والتفاصيل المرتبطة بالمواطنين المسجلين في برنامج خطوة وفي كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جهته أثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية في دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج خطوة والإطلاع على كافة المستندات والوثائق للتأكد من استفائها الإجراءات القانونية والشروط التنظيمية مثمنا حرصا لجنة الوزرية على بحث ومناقشة جميع الحالات بصورة دقيقة وموضوعية وأبمنهجية واضحة وشفافة وأكد معالي رئيس مجلس الشورى مؤصلة العمل بروح وطنية واحدة مع السلطة التنفيذية من أجل ضمان المحافظة على استدامة صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والحفاظ على أموال الصندوق وخلال الاجتماع استعرض الوفد الحكومي نتائج دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج خطوة ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة استنادا إلى التأمين الاختياري للتقاعد للتأكد من استفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية مشيرا لما تم اتخاذه من إجراءات حكومية وقضائية تتوافق مع القانون من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والرقابة والمحاسبة وبيّن الفريق بأنه تم مراجعة ودراسة جميع الحالات والبالغ عددها ألف واربعمائة وثلاثة عشر مضيفا بأنه تم مخاطبة جميع الحالات لتقديم المستندات التي تثبت الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الانتاجي وتجديد القيد بشكل سنوي وتقديم الأدلة والمستندات المثبتة لممارستهم لنشاط المنزل المنتج وبيان أي إضاحات أو ملاحظات يرغبون بتقديمها وأضاف الفريق الحكومي أن ألف واربعم وتسعين حالة قدمت المستندات والملاحظات بنسبة استجابة تبلغ سبعة وسبعين بالمئة من مجموع الحالات التي تمت مراجعتها حيث تم التدقيق في أكثر من ثمانية آلاف مستند ومائة وتسعين ملاحظة مستلمة وأوضح الفريق الحكومي أنه قد تبين من خلال دراسة الحالة الثبوت ممارسة مائة وثلاث وثلاثين حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تم ضمها وبالتالي الامتثال للشروط المنظمة لضمهم مدد خدمة سابقة كما أشر الفريق الحكومي لأنه سيتم إحالة ألف ومائتين وثمانين حالة إلى هيئة التأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها لإجراءات ضم سنوات الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك وتحصل البعض منها على معاشات تقاعدية وخلال الاجتماع المشترك أكدت السلطتان التشريعية والتنفيذية أهمية المحافظة على استدامة الصناديق التقاعدية واستمرارية وفائها بالتزاماتها نحو المشتركين وكذلك ضرورة التأكد من سلامة صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين لها في إطار القوانين والاشتراطات المنظمة لها بما يؤمن حقوق المواطنين ويصب في مصلحة الوطن وبين الفريق الحكومي خلال الاجتماع أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الموظفين الحكوميين الذين تم ثبوت مخالفتهم للقوانين والإجراءات المتعلقة ببرنامج خطوة كما صدرت بحقهم أحكام وما زالت القضايا المرفوعة تعرض أمام السلطة القضائية ذلك تكريسا لمبدأ المسألة بما يعزز الشفافية والنزاهة والأمانة لتطوير منظومة العمل الإداري الحكومي ونوه الفريق الحكومي بأن المواطن هو أولوية مملكة البحرين الأولى على الدوام ومحور التنمية والنهضة واستنادا لتطلعاته تصاغ مسارات البرنامج والمبادرات الحكومية مؤكدا في هذا الإطار حرص السلطة التنفيذية على دعم وتطوير أوجه التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات والرؤى المشهودة على كافة الصعود وبما يعود بالخير والنفع على الوطني والمواطن تحقيق التعاون